اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتاد وطبعا دلوقتي معدنا مع الكابتن رمضاني السيد نجمع انتخب مصر والنادي الاهلي السابع كابتن رمضان ورحب بك العادة والنهار الريمونتاد فل أبركات الاخبار كله تمام كله تمام الحمد لله نبدأ على طول دور أبطال أفريقيا كان عندنا مطشين النهاردة مهمين النادي الاهلي وتعادل واحد واحد مع يانجا أفريكنز وخسارة برامز من نوازيبو خلينا نبدأ بالنادي الاهلي خلينا اسألك سؤال واضح من البداية هل نتيجة واحد واحد اللي خلصت بها المطش دي نتيجة عادلة لا النادي الاهلي أنا في رأيي أنه هو لعب الشوت التاني من أفضل الأشواط اللي لعبها من فترة جبيرة جدا طبعا في ظل الحالة اللي كان عليها الفترة اللي فاتت الحياة في مبارات كتير جدا 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 الشوت التاني عمل شوت من الأشواط الجميلة الحقيقة كل حاجة صحة يعني يبدأ يعمل استحواز بشكل كويس قوي طبعا تغييره بتاعة كولر الحقيقة لأنه هو عمل أغير إمام عشور بأفشة الحقيقة ده هو أخد بالك ده هو كمان يعني هو مش معودنا على كده ده هو يعني مبين الشوتين على طول يقوم مغير ده هو ما عصادش ولكن تغييره فرقت في أداء النادي الاهلي بشكل كبير طبعا فرقت في أداء الشوت التاني تزبط بالشكل ده فتكر لها كابتل رمضان الراجل فكر في التفكير دوت بعد يعني شاف شاف يعني أداء إمام عشور إيه اللي كان مفروض يدهوله ما تدولوش إمام علشان كده فكر في تغييره إمام عشور لو أنت بتعمله تقييم فني في الشوت اللي لعبه مش هتديله أي تقييم مش هتديله أي درجة لأنه هو ما جايش الشوت يعني ما نزلش الملعب إمام عشور لعب الشوت 45 دقيقة وديقتين ونقطة ضايع والحاجات دي كلها ما لمس الكورة دفاعيا ولا هجوميا يعني لا كان لي دور دفاعي ولا كان لي دور هجومي وده إمام كان وقف غص الملعب حاجة غريبة جدا يعني بصراحة يعني يحسب لكلر تدخله السريع المراضي طبعا ده يعني ده خلي بالك ده كورر الحقيقة أول مرة من ساعة ما جاء من الموسم اللي فات يعمل تغييره بين الشوتين وشوف فرقة فأداء الفرقة إزاي طبعا طبعا أرى وهو بس يعني أعتقد أن أنت لو جبت دلوقتي مثلا إيه الثمانين مليون ولا سبعين مليون وقلت يقيمه إمام عشور في خلال الشوت لا إمام عشور يعني كان بره خالص بره فرموته خالص وأقول لك حاجة وفي حاجة لازم يعمل حسابها يعني هو جاء في أول حقيقة التعاقد وعمل حوالي ثلاث مرات بشكل كواس قوي والناس كلها اتكلمت عليه بشكل كواس قوي لكن بعد كده إمام وقع إمام وقع بدنيا بشكل كبير جدا خلي بالك مش هي دي القوة مش هي دي القوة يعني أنت شايف أنه حتى غير الماتش دوت الماتشاط الأخير أنت شايف أنه مش لا لا طبعا مش هو أمام يعني لا طبعا الفترة الأونية ثلاث ماتشاط الأونية فقط لغير وبعد كده أنا مش شايف إمام عشور أمان يا الله كابتل رابطان يمكن أنا أختلف معك في الجزئية ديت لأن في بعض المباراة حتى بيبقى اللعيبة أصلا وحشة بس ساعات ولا لا يعني إمام بيبقى هو يعني أنشط وعد في الفرقة مثلا أو الوحيد اللي واقف على رجله ما دي فترة يا بركات دي فترة لكن إنت بقى آخر مثلا أربع مباريات ولا خمس مباريات لا إمام عشور أنا بقولك الباور بتاعه لا مش هو ده مش هو ده خالص